السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في قناتي مطبخ توتي لو اول مرة بتزوريني اشتركي في القناة وفعلي زر الجرس يصل الكل جديد اول باول ولايك وشير هعمل معاكم النهاردة البمية باللحمة طبق مميز جميل خطواته بسيطة امشي على نفس الخطوات اللي بقى عملها وان شاء الله توصلي نتيجة حلوة قود البمية بطريقتي على فكرة حلوة قوي كل اللي بيدقها بيقول انها غير اي بمية وانت كمان خلي بميتك غير اي بمية تانية هبتدي معاكم بالمقدير طبعا الكميات على حسب عدد افراد الاسرة هحتاج بمية لحمة مسلوقة طماطم حمرة فلفل حامي طوم بصلاية متوسطة لو هنقول يعني الاوزان ممكن يبقى نص كيلو بمية وحوالي نص كيلو طماطم وبصلاية والتوم وارنف الفل حامية ونص كيلو لحمة ده للي عرائز جديدة ولسه ما بدخلوش المطبخ بعايزين يعرفوا الكميات يعني انا عندي هنا حلة حطيت فيها زيت وزبدة ونزلت ببصلة البصلة دي انا بشراها بالنحية النعمة من المبشرة انا هحمر البصلة ديت عايزة لونها يبقى دهبي فاتح مش عايزة هيبقى لونها غامقة دايما خلي طبيقك البصل اما تحمريه يبقى دهبي فاتح هيديكي لون صلصة جميل لما تيجي تطبخي اي نوع خضور لكن لو غمقتيها الصلصة بتيتقى غمقة قوي بصراحة بيبقى شكلها مايفتحش النفس على الاكل انا هنا وصلت للون الدهبي اللي انا عايزاه الدهبي الحلو اللي مش غامق هحط على البصلة دي بعد ما تحمرت عصير طماطم الطماطم دي انا اتضربتها في الخلاط مع شوية مية صغيرة وصفتها بالمصر انا هسيب الصلصة صلصة الطماطم ديت والبصل على نار هادية لحد ما يتسبكوا يتسبكوا يعني المية اللي فيها تتبخر قوي وحجمها يقل وتبقى متكسفة كده شوية زي ما انتم شايفين كده هنا بتغلي وهنا قلتها هي حتى باين حرف الحلة مستوى الصوس باين فوق من تحت هي كده حجمها قل هي كده دخلت في تلت اربع تسبيك زي ما احنا شايفين كده قلت خالص في المرحلة ديت انا هنزل اللحمة المتحمرة سوري اللحمة المسلوقة لحمة مسلوقة اضفها بقى على الصلصة لما كده قبل ما تنشف خالص انا هحط اللحمة دي في الصلصة عايزها تشرب من صلصة الطماطم اللي انا عامليها دي اضيع طعم الصلق اللي فيها عايزها تشرب من الصلصة بتاعة البامية هنا انا سبتها حوالي عشر دقايق وبعدين هنزل بالبامية كده الصلصة وصلت لتلت اربع التسبيك مش التسبيك الكامل الربع الاخير دوت هتتسبيك فيه مع البامية نفسها هقلب بقى البامية مع الصلصة مع اللحمة عشان البامية تشرب بقى من الصلصة الطماطم ومن الطعم اللحمة هسيبها حوالي كده عشر دقايق تشرب من الصلصة دي وكل الخضار بقى واللحمة والطماطم كله ياخد من بعضه يدي طعمه لبعضه عشان نوصل في النتيجة لطبق مميزة ان شاء الله كل شوية هقلب فيها لان انا مش حط سائل فخايفها تشيط فلازم اقلب فيها كل شوية كده هي كده وصلت لدرجة اللي انا عايزيها البامية شربت من الصلصة وكده البامية تلت تربع سوا في الخطوة دي انا هحط الفلفل والطوم اللي انا كنت محضرهم في المقدير من الاول انا دربطهم في الكبه هدفهم على البامية وديها تقليبة كده بحيث بقى ان البامية تشرب بقى من اللحمة ومن الطماطم ومن البصل والفلفل والطوم الطريقة دي ممكن تكون مختلفة عن اي طريقة شفتيها بس الطريقة مميزة جدا اللي بياكلوا بامية وبيحبوها وعملوها بالطريقة دي هتعجبهم اوه هسيبها حوالي خمس دقايق كده بقى تشرب من الطوم والفلفل اللي انا حطيته كل ده جماعة على نار هادية الطبيق على نار هادية بيدي الاكل طعم الازة هنا هنا بقى تسبكت خالصة ما فيش اي سوائل زي ما احنا شايفين كده البامية شربت كل الباقي السائل اللي في الطماطم لما توصل للمرحلة دي هضيف بقى الشربة اللي انا سلقتي فيها اللحمة اكمل سواء البامية هي عموما البامية او بس التسبيك عامل ازاي مفيش سوس خالص هي كده البامية خلاص دخلت في السواء فانا مش هزودها شربة كتير انا هزودها شوية اللي يديني سوس طعمه حلو وضفت الملح طبعا الفلفل الاصمر انا بديفه في اخر الطبخة خالص قبل ما ضط فيه بحط الفلفل الاصمر وبديله تقليبة كده وخلص ما بحطش الفلفل الاصمر من الاول علشان السلسة ما يبقاش لونها اسود الفلفل الاسود لما بيغلي كتير مع السلسة بيغمع انا بحب بسلستي تبقى لونها فيتح كده هنا زودت الشربة اللي انا سلقت فيها اللحمة هي مش هتاخد شربة كتير لان ايقريدي خلاص كده البامية استوت حوالي تسعين في المية فانا هستيبها بقى العشرة في المية اللي بقيين دول بتشرب بقى من الشربة بتاعت اللحمة هي مش هتاخد وقت كتير بعد من ضيف الشربة بتحطي الشربة كتير خلي صمك السلسة متوسط لا هي خفيفة ولا هي يتقين وده شكلها بعد ما خلصت وغرفتها طعمها حلو قوي جربيها بالطريقة ديت ممكن تكون خطوات غريبة عليكي لان احنا معروف ان البامية بنعمل سلسة ونحط البامية وخلاص على كده لكن التدريج في التسوية دوت ممكن يكون مختلف شوية بس تصدقيني بيدي طعمه مميز او ده في انواع كتير خضار انا بتبخها بنفس الطريقة وبتدي طعمه مميز برده اهتم بتفاصيل اكلك خلي اكلك دايما مميز خلي كل اللي يدقه يشكرك عليه شايفين هتفتح النفس وجميلة ازاي انا مقدمة جنبها صلصة فلفل حار كده هقول لكم عليها في الاخر انا بعملها ازاي ده كده شكل طبق البامية لوحده اللحمة يكون استوت ودابة خالص والبامية استوت طعمها حلو قوي دي كانت وصفتي للنهاردة يا رب بتكون عجبتكم واللي عجبه الوصفة بتاعتي اشترك في القناة وفعل زر الجرس ياصل كل جديد اول باول ولايك وشير جينا بقى للطبق السوس الفلفل ده فلفل حامي انا دقه معته مملح وزودته زيت ولمون الدقة دي اسمها دقة الفلفل الحامي ممكن ندلعها شوية نقول عليها جرين بيبر سوس سوس الفلفل الاخضر بس دي حاجة مشهورة بها عيلتنا احنا دايما بنعملها جنب البامية وجنب الويكة على ما اعتقد ان الوصفة دي سعيدي تحية لكل الصعيدة اللي يجربها هتعجبه جربها مع البامية بالزات هي ممكن تتكل مع اكلات كتير بس هي مميزة مع البامية كده خلاص الفيديو القاكم في فيزيو جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته